يا مساء الخير يا مساء الحب يا مساء السعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابع برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى الطاقة هنتكلم النهاردة عن الطاقة الطاقة في حد ذاتها أول ما تقول لحد طاقة بتدي كده إحاق إيجابي طاقة إيجابية كده روح إيجابية أول ما بتسمع كلمة طاقة بحس بالتفاقل بحس أن أنا بلعب رياضة بحس أن أنا مسافرة بحس أن أنا قدام البحر بحس بكل حاجة بتدي طاقة لما بتلاقي حد كده تعبان وتقول له مالك يعني فيك إيه فيه يعني مش مظبوط يقول لك والله أنا ما عنديش طاقة خالص أعمل أي حاجة أنا خلص الطاقة ولا لي خلق يعني عدم الطاقة دي بالزبط كده كأنك فقدت الشغف وفقدت كل حاجة حلو بس في ناس كتير ما تعرفش أن الحياة الحاجات المادية كمان ليها طاقة مش بس إحنا كبني قدمين لينا طاقة بتروح وبتيجي لأ كمان الحاجات الملموسة زي الهدايا ليها طاقة حتى فن الهدايا ليه طاقة النهاردة هنقول إيه اللي ينفع أهدي وإيه اللي ما ينفعش يعني بالزبط الستات دايماً بتبقى في حيرة لما يكون عيد ميلاد خطبها أو عيد جوازها أجيب لي جوزي إيه في حاجات خطر جداً نحنا نجيبها هدايا مش هحرق الحكاية في الإنترو لكن هدايا الستات بتجيبها لجوازتها بتتطلق هدايا تلاقي البنت جابتها الخطبها هدية بتسيبه على توتليت فركشة العلاقة في ثانية إيه ده؟ يعني الهدايا ليها تأثير جبار بالشكل ده؟ آه لأنه ليها طاقة فيه طاقة جذب وفيه طاقة نفور أنا ممكن أجيب هدية الجوزي ما أكملش معاه على آخر سنة نكون متطلقين الأسئلة دي أسئلة كتيرة جداً اتطرحت وأسئلة كتيرة جداً أنا كمان عايز أسألها النهاردة هكون معايا ضفتي اللي هتنورني في الستوديو خبيرة الطاقة سونيا الحبال